دكتور أنا بس في بداية عايزين إحنا نفصل في الموضوع نعرف أكيد علامات الإحساس ده عند المراهقين والأسفل عامل إزاي بس أنا عاوزة أروح لحتة بتاعة الأم والأب في أمهات وأبهات ممكن نتيجة مشاغل الحياة والمطحانة لكل واحد كل يوم فيها ما يبقاش مستوعب أصلاً ولواخد باله إن الإبن أو البنت حاسين بالرفض وحاسين إنه هم مش محبوبين صح إيه العلامات دي الأول؟ إنه هو كتير يروح للأم يقول لها بتحبيني تحبيني بكت تبحدونيني تبوسيني يبقى هو عنده احتياج وجعان حبه حنان جعان اهتمام فتعرف على طول كده وإنه هو ساعات بعض الأمهات المتقلبة يبقى يبعد عنها بقى أنا لا عايز خيرك ولا عايز شرك لإنك أنا مش عارفة حتتعاملي معي إزاي يعني أنا الأم الغير متوقعة ده في حالة المراهق تهيال لا الأطفال تلاقيه بعيد لدرجة في حاجة اسمها attachment problems أو attachment disorders أشكال التعلق وده تعمل عليه أبحاث كتيرة يعني النقدين يأم بيحب قوي وعايز يقرب قوي وعاوز أحضان ويبوس يأم خد جنبه وبعد خلص بالضبط النقدين ولكن الattachment ده مهم لإن الأم لما بتدي mixed messages يعني مش ساعة تقرب وساعة تبعد على حسب حالتها المزاجية أو مشاكلة مع جزعة دي مشكلة تانية كمان الطفل اللي حصل الانفصال بين مامة وبابا والأب اختفى ودخلوا في قضايا ما بيفكرش غير الانفصال ده بسببي لأنه هو أنامالي فطالما بابايا ما بيشوفنيش سامع أحاديث سلبية من الأم والجدود عن الأب ده ما بيصرفش ده ما بيسألش ده ما بيعبرنيش يجي له إحساس بالrejection بابايا رفضني بابايا ساب مامتي عشان أنا وحش فيكبر بإحساس أنه مرفوض وغير مرغوب فيه ويبتدي يسأل عن بابا هو فين فتقول له مسافر والشاعب يقول لنا هي غلطانة وبعدين الطفل على فكرة مرأ ابنا ما نفتكرش وأنا بتكلم مع صاحبتي على التليفون أنه هو مش سامع مشاكلي معجوزي واتطلقنا إزاي أو ما بيصرفش أو في أضايا بيتخزن بس في هنا أمهات بتغلط غلطة أنه طالما انفصلت عن الأب أو في مشاكل بينهم فتيجي مثلا للولد أو للبنت ما أنت أصلك زي أبوك أو أنت زي عمتك وهي تعلم أنه هو في حالة كراهية خلاص بقت موجودة عندها فهي بقى أنت بتكرهين إنا كمان فهنا يبتدي أنه هو حس كده بالرفض وحس أنه هو بقى مكروه من الأم وهنا هو فقد الأمين بدي كتيرة جدا يبتدي أنه هو يفقد إحساسه قيمته إحساسه قيمته هو فبتدي يقدم تنازلات للمجتمع عشان يقبل لا شك ودي فعلا بتبتدي في سن مبكر أنت زي أبوك أصل أنت عملت كذا ما هو كان بيعمل كذا أصل عمتك كد كذا أو عمتك كد كذا فده بتخليه ما يحبش نفسه ما يحبش الشخص ده الشخص ده اللي زعل ممتي وأنا شبه اللي زعل ممتي يبقى أنا وحش قوي فيكبر ما بيحبش نفسه مش بس كده يكبر يشعر أنه لا يستحق الحب فيدايما فيشك في حب اللي حواليه فلما يتزوج يقول مها أنا لا أستحق الحب يبقى مستحيل مراتي يكون بتحبني فيبتدي يرقبها ويبتدي يتهمها بالخيانة ويتهمها أن هي ما بتحبوش وياخد أي موقف بسيط جدا أن هي مثلا بيكلم واحد صاحبتها أن ده تجاهل لي ويبقى كونترولينج أوي عايز يتحكم فيها لأنه الآن أن هي ما تحبوش وأنا مرة قلت لحد كبير راجل قلت له على فكرة ليه أنت حاسس أنك لا تستحق الحب أنت تستحق الحب لأن من كل حق كل إنسان أنه يتحب ويشعر بالأمان في العلاقة ويشعر أنا كويس أستحق الحب لأنه كان بيغير عليك كتير ولما بتقوله بحبك ما بيصدقهاش لأن مامتو موصلتوش هذا الإحساس خلقنا كلنا حب خلقنا في الأرض عشان نتحب ونحب عشان ربنا بيحبنا